النوع السامن من أنواع الدوال الدوال الكسرية الدوال الكسرية هي دوال على شكل كسر بسطه ومقامه يعني شكل مكون بسطه مقام بسطه ومقامه عبارة عن كسيرتين الحدود وأحيانا يطلق عليها الدوال المقيسة يطلق على الدوال الكسرية أحيانا الدوال المقيسة على سبيل المثال الدالة fx يساوي x3-1 على x4 زائد 2 X تربيع زائد 21 هذه تمثل دالة كسرية أو دالة مقيسة أيضا FFX تساوي 2X زائد 1 على X تربيع زائد 3X زائد 2 هذه تمثل أيضا دالة كسرية أو دالة مقيسة لأنها مكونة من بسط ومقام على شكل كسيرة الحدود النوع التاسع من أنواع الدوال هو الدوال غير الجبرية وهذه الدوال لا تنتمي إلى الدوال السابق ذكرها ومن هذه الدوال رقم 1 دالة القوة والصورة العاملة هذه الدالة هي Y تساوي FFX يساوي XS حيث أن عدد صحيح موجب أو سالب أو عدد كسري ويمكن كتابتها Y تساوي XS ومن أمثلة هذه الدالة Y تساوي XS3 على 2 و Y تساوي X أو سالب 3 و Y تساوي XS2 النوع الثاني من أنواع الدوال غير الجبرية الدالة الأسية الدالة الأسية من الدوال غير الجبرية وذلك لأن المتغير المستقل في هذه الدالة يكون موجود في الأس والدوال الأسية أيضا تعتبر من الدوال غير الخطية ولكن يمكن تحولها بسهولة إلى دوال خطية باستخدام اللغارات والصورة العامة لهذه الدالة هي FFX يساوي AOSX حيث A لا تساوي 1 و A أكبر من 0 وتوجد حالة خاصة مشهورة من هذه الدالة تستخدم كثيرا في المجالات التطبيقية المختلفة وهذه الحالة تأخذ الشكل FFX يساوي EOSX حيث E مقدار ثابت يساوي تقريبا 2 718 و E تعتبر هي الأساس الطبيعي لللغارات ونجد رمز E موجود في الألة حزبة والشكل الباني لهذه الدالة هو في حالة Y تساوي EOSX يكون هو شكل الدالة على الشكل التالي أما إذا كانت Y تساوي EOSX يكون شكل الدالة هو هذا الشكل وتعتبر الدالة الأسية اللي هي FFX يساوي EOSX حالة خاصة توجد بعض الملاحظات أو تسمى قاعد الأسس في حالة ضرب نجمع الأسس أي إذا كان لدينا AOSM مضروبة في AOSN يكون ناتج AOSM زائد N بجمع الأسس في حالة القسمة نطرح الأسس أي AOSM على AOSN تساوي AOSM ناقص N طرح أسس البسط من أسس المقام في حالة إذا كان لدينا AM مرفوعة لأسس N يكون الناتج AOSM في N الجزر النوني لAOSM يساوي AOSM على N كما عندما نعوض عن X بواحد في الدالة الأسسية نجد أن EOS1 تساوي E كما أن EOS سالب 1 تساوي 1 على E و EOS0 بواحد النوع الثالث من الدولة الغير جابرية الدالة اللغرتمية الدالة اللغرتمية هي من الدولة الغير جابرية أيضاً والشكل العام لهذه الدالة هو FFX يساوي log X الأساس E ويلاحظ الآياتي على الدالة اللغرتمية أولاً إذا كانت قيمة الأساس اللي هو A في الدالة اللغرتمية يساوي 10 تكتب FFX يساوي log 10 أو log X للأساس 10 اللغرتمي في هذه الحالة يسمى باللغرتم العشري ويكتب FFX يساوي log X دون أن نكتب الأساس 10 أما إذا كانت قيمة الأساس أو أساس اللغرتم في الدالة الأساس اللي هو A يساوي E فتكتب الدالة fx يساوي logx للأساس e اللغاريتم في هذه الحالة يسمى باللغاريتم الطبيعي ويكتب أو تكتب الدالة في هذه الحالة بالصورة fx يساوي linx بدلا من fx يساوي logx للأساس e بعض قواعد اللغاريتمات linx في y يساوي linx زائد lin y يبقى إذا أدخلنا lin على x مضروة في y يساوي linx زائد lin y linx على y يساوي linx ناقص lin y في حالة القسمة linx أس m تساوي m في lin x lin e تساوي 1 lin e أس m x تساوي m x وهذه القواعد من القواعد المهمة جدا في الرياضيات